السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير و لا خير و يلقاكم الفيديو في احسن الاحوال و بإذن الله هادي نشارك معكم وصفة ديال بيزا بسلسة البيضاء بيزا اللي كتجي خطيرة بزاف طعم ديالها فنتمنى انكم تجربوها فعلا وصفة اللي سهلة بمكونات ومقادير اللي هي مضبوطة كتجي لجينة ديالها رائعة بزاف و كتجي زوينة متأكدة إلا جربتوها غادي تعجبكم و غادي تعتمدوها و كذلك حتى بالنسبة لها الحشوة اللي غادي نشارك معكم اليوم فحشوة اللي كتجي فعلا من أروع ما يكون فنتمنى فعلا فعلا أنكم تجربوها و بلو ما نتواجيكم خليكم مع المقادير و طريقة التحضير غا نبدأ و بسم الله على بركة الله فواح لإناء غادي نوضع الكيميو ديال 4 ديال كؤوس ديال الدقيق كل كأس كيهز لنا 100 جرام بالنسبة لها الكيميو ديال الدقيق غادي نخرج منها جوش ببيتزا للحجم ديال هون كبير يعني كلها ببيتزا كنديروها بجوش كيسان ديال الدقيق كيف ما كتشوفوا ضفت واحد الملعقة من الملح غادي نضيف ملعقة صغيرة ديال الملح و غادي نضيف ملعقة كبيرة غير منتلئة ديال السكر و ملعقة كبيرة كذلك غير منتلئة ملخة ميرا الفورية ثم غادي نقوم بإضافة القياس ديال واحد زج معالق كبار من زيت الزيتون و غادي نبدأ في إضافة الماء الدافئ هنا يا ضفت كأس ممتلئ من الماء الدافئ و غادي نبدأ نجمع العاجين وليحتاجت للماء طبعا أتم processed الماء 4صون ، حقيقة كبيرة و أحد معل tool كأس وربع من الماء تحصلنا على واحد العجينة بهذا القوام هذا أمام الآن Untf 1-2 ملعقة ملعقة للماء زيت الزيتون و غادي نغطيها و نفعستها bisschen veut ونضع الحجم جيدا اعطي الوقت ثم اضيفه كيف ترى ونضع الحجم جيد نفرغها من هذا الهواء بها الطريقة ونضخل ملعقة نضيف الملعقة الزيتون ونقسمها كالجوج القطع اقفل ونرخل نطبئ حاجم Smith ثم جزمة وقيم يوضع نلبها عجاجم يضح ارتاحوا واحد المدة ما بين عشرة دقائق حتى الخمستاشر دقيقة كما خليتوهم ارتاحوا كي اعطوكم نتيجة اللي هي مزيانة وكادي العجينة زوينة بزاف والان كيف مما كتلاحظوا فاغتي اه بعد ما مرت ديك المدة ديال عشرة دقائق كناخدو العجينة كيف مما كتلاحظوا راح الحجم ديرا كاكيبا اه يعني كي بحيلة كتختامر فكناخدو هنا يا الساميد وكنرشوه وكنبدو نصرحو العجين ديالنا بهالطريقة هذي كيتصرح معانا بكل سهولة لان العجينة كتكون طالقة وكتجي هالعجينة هكا مطاطية وما كتقطاش كيف مما كتشوفو فاغتي ناخد الان واحدة صافيحة اللي كتدخل فند هنتها هنا بزيت زيتون او زيت نباتية على حساب الغبادية لكم وغادي نوضع فيها هذيك العجين فبالنسبة لهذا العجينة هذي ما تخافوش منها نهائيا غيتبعو الخطوات را كتجي واحد العجينة اللي مطاطية وما كتقطاش هنتومو را رققتها مزيان كيف مما كتشوفو وفي نفس الوقت را مليكات طيب كتجير طباو كتجي زوينة بزاف غادي نمتقي كده إلي جربتو هاد العجينة هذي غادي تعجبكم بزاف كيف مما كتشوفو هنا نفس الشيء كنديرو مع القطعة الثانية ونفس الشيء كيف مما كتشوفو كندين هاك اللاطة بزيت الزيتون او بزيت نباتية وكنوضع القطعة ديال العجين وكنزيد نقادها بحال هكا فبالنسبة للعجينة را ما كنحتاجوش اننا ننتقبوها بشي شوكة او شي حاجة را مباشرة غادي نوضعو ليها الحشوة فكحشوة اللي غادي نديرها فهاد البيتزا هادي غادي نحتاجو هنا يا سلسل بيضاء او سلسل البشامل بالنسبة للسلسل البشامل فاسبق ليو حضرتها معاكم في عدة وصفات فغادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف اللي بغاي شوفو في الوصف اللي حضرت معاكم في هات سلسل البشامل فبالنسبة لهات السلسل هادي غادي نقول لكم بعجالة هكا شنو درت فيها درت جوج معالق كبار ديال الزبدة فوح الكاثرونة احتدابت الزبدة ضفت عليها جوج معالق كبار ميناء الدقيق وخلطت زيان هدك الدقيق مع الزبدة ثم بديت في اضافة ربع لتر ميناء الحليب بالتدريج وانا كنخلط حتى وصلات الخالات ديالي وصل درجة الغلايين وفي الاخير ضفت له القليل من الملح وقطعة من الجبن صافي هادي المكونات ديال هات السلسل هادي كتخليوها حتى تبرد قعد كتستعملوها وتقدرو كدلك تستعملو تسلسل البشامل جاهزة غي هي هادي اللي كنديرو في البيتزا كيفما كتلاحظوها كتكون شوية تقيلة ما كنديروه ما كنخليوهاش خفيفة ديرو هاد المقادر اللي اعطيتكم هادي تجيكم هي هادي هادي كيفما كتشوفو هنا يا خديت الجبن هادي نديرها كوحدة رشة من الجبن فوق من هادك السلسل ديال البشامل ثم غاد نوضع هاك شوية ديال الفتر انا هاستعملت غير معلب تقدرو تستعملو تري اللي كتشحرو هاك شوية ديال زيت وملح وشوية ديال الفلفل اسود او كتستعملو هذا اللي كيكون جاهز غي كتصفوهم الماء ثم الآن غاد نوضع كذلك فوق من هاك قطع ديال الدجاج بنسبة لها دجاج هذا فقطعتو هاك القطع خديت صدر ديال الدجاج قطعتو قطع درت الزيت هاك فوق فوق المقلة ودرت معه شي شوية ديال ملح وشوية ديال الفلفل اسود او شحرتو مزيان فبالنسبة لاتجاج هذا ما كتديرو معه لا بصل لوالو كتديرو غيب حلها كيف مما كتلكم كتشحرو غيب شوية ديال الزيت مع الملح والفلفل الاسود كيجي الطعم ديالو زوين بزاف وما زالها كم اللي غادي يعني تخلط مع هاد المكونات هادو كيعطي واحد للدخة طيرة بزاف وكتجي البيتزا بنينة فصافي هايا البيتزا ديالنا الآن واجدة غادي ندخلها الفرن وبنفس طريقة غادي نعمر كذلك اه البيتزا التانية وبالنسبة لطريقة ديال الطهيفة اه كتديرو الفرن كتتسخنوه مزيان 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 على اعلى درجة عندكم فالفرن فالبيتزا تسهطف اعلى درجة كتستغرق الفرن اللي شاعل من الفوق او من الاسفل مجرد ما كان ندخلوها الفرن كنحسبو لها واحد خمسة حتى ست دقايق وكتكون واجدة وبالنسبة لها البيتزا التانية فاز ترشي تفوق منها كشي شوية ديال الزيتر وهنا يا البيتزا ديالنا بعد ما وجدت فهادي الاولى راغيب مجرد ما حضرت التانية وعمرتها كتكون هاد الاولى هادي طابت كيفما كتلكم كتاخد غير واحد خمسة دقايق هانتو ما غدي نوضحها الان كتقدموها فلاحظوا معي هاد العجينة كيفاش كتجي كتجي هكا خفيفة وكتجي زوينة بزافها صراحة والله ما اخدت يعني حقها هكا في التصوير مع الاضاءة فكتجي هجينة اللي رائعة بزاف وزوينة وكتجي هكا خفيفة ومهوية وفي نفس الوقت ترقيقة ورطبة فغدي نقطع لكم باش شوفوا كيفاش كتجي هكا من الداخل كتجي بحل دي المطاعم الكبرى او احسن صدقوني كتجي واحد العجينة اللي زوينة بزاف وخفيفة ورقيقة في نفس الوقت فانتمنى فعلا انكم تجربوها وتنال اعجاب دي لكم وانا متأكده لجربتها غدي تولي معتمدة عندكم طريقة كانت سهلة بزاف وبسيطة وبيتزالي كتوجد بسرعة فانتمنى انكم تجربوها وتنال اعجاب دي لكم وصلنا نهاية الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا جرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات وبرتجوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باشتعون فائدة وانتلقوا في فيديو قادم مع وصفة اخرى تمتوا في امان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله